بس في ناس لسه متصورة ان التجارة وصناعة الموبيلية في دومياط مرتبطة بالسالون بتاع والدتي والمش عارف ايه بتاع جدتي والحاجات القديمة والكلاسيك اللي هي جميلة لا ما هي ناس دي ما بتزورش دومياط يعني الناس دي لو تيجي تزور دومياط وحتشوف المعارض الوقتي المعارض الوقتي او صناعة الموبيلية في دومياط تطورت جدا داخلين في المودرن بطريقة قوية جدا جدا المودلات المودرن بقت على اعلى مستوى الصناعة في دومياط الوقتي متطورة انها تجاري المطلوب عالميا ده فيه مودرن والترا مودرن ونيو كلاسيك كل الكلام ده فن موجود في دومياط كل المنتجات دي موجودة في دومياط الناس بس احنا تينها هي تيجي تزور دومياط تشوف معارض دومياط وتشوف الانتاج وتشوف مستوى الانتاج مستوى عالي جدا 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 مستوى عالي جدا فيه نقطة تانية برضو كورفة احنا بنعملها ان احنا بنعمل معارض في المدن الصعيد المعارض دي بتبقى برضو حاجة تسوقية للتجار ان هما بيشتركوا فيها احنا بنعملها بسعر تكلفة فيه محافظات كتير بتشترك معانا بتبقى ساعات بتدينا الارد مجانا او بتدينا هولنا بسعر رمزي وانحنا بنكلفه مثلا الشادر مثلا او المكان اللي اتعمل فيه اتلفه بمعارض متنقلة في مدن الصعيد احنا عملنا في خلال السنين فاتت كم سنة اللي فاتت احنا عملنا مجموعة كبيرة من المعارض والحمد لله كانت نكحة وكانت كويسة جدا جدا واحنا مستمرين فيها ان شاء الله برضو احنا بنحاول نخرج ضمياط او نخرج الصناعة الضمياطية من جوة ضمياط للمحافظات التانية زي ما قلت الحاجة في القهرة زي في الصعيد قدر الامكان رحنا الصعيد في اسيوتو عملنا في اسيوتو المينيا وسهاج واسوان كل الكلام ده كل المدن طب مش اللفة لفة في العواصم العربية بقى ايو اصلحنا شغلنا الحقيقة فعلا يعني يستحق انه يبقى موجود في العواصم العربية ويبقى موجود في اوروبا ويبقى موجود في امريكا يعني يستاهل شغلنا حيبه فعلا ضمياط برند النهاردة يعني صناعة الاساسة ضمياط دي برند برند ومفروض انها تاخد مكانتها العالمية وهي فعلا اخد مكانتها بس هي لسه يعني يعني هي لسه عايزة تطوير في التسويق يعني احنا نجحين في الصناعة بس لسه في التسويق يعني عندنا نقص في التسويق وده ان شاء الله اللي احنا بنجتهد فيه وغيرنا بيجتهد فيه كل واحد بيجتهد من مكانه بحس ان احنا نوصل لحاجة يعني تساعد المنتج وتساعد التصدير وتساعد الدولة على التصدير احنا هنتكل على الله اولا بس هنتسند عليكم كغرفة في التسويق بشكل عام يعني حتى صناعة الحلويات في ضمياط هي ليه ما تطلعش بره ضمياط وتبقى فيه حاجات موجودة في المدن والمحافظات المصرية ليه ما نصدرش للمناطق العربية الحلوات والضمياط فيه حلوات كتير الوقت فتحة في القهرة وفتحة في المحافظات تانية يعني احنا عندنا في ضمياط بص يعني ضمياط بلد انا شايف ان هي بلد مثالية او بلد نموذجية جدا يعني ضمياط في الاساس في الحلويات في حاجات كتير جدا ضمياط ممميزة منتجة البان كله كله آه في الالبان عندنا مصانع على اعلى مستوى في الالبان ضمياط بلد متميزة يعني يمكن الاحوال مثلا بعد الفترة اللي فاتت دي اللي هي تبعات الكورونا زائد الحرب اللي موجودة كورونا مجد حرب روسيا اوكرانيا آآ آآ يعني هي دي يمكن ظروف ظروف وهتعد مأسرة طبعا آآ انما يعني اعتقد ان دي ان شاء الله دي فترة مؤقتة والامور هتكون مميزة جدا فترة جاية باذن الله